أبراج لا تفهم الكاذب حرفية وليلة أهلك سودة لو كنت من إخواننا البعدة اللي دايماً بينتهجوا الكذبوا واغدلوا أسلوب حياة أقسم بالله يرقع لك صداغك يلا بينا أهلاً بقى طعم نز في الدنيا وحشتوني ودايماً وحشيني أرحب الجديد وادعو اللي مشتركش يشترك ويتابع معانا ومعانا كل بقى الأبراج من الـ 12 للأول أبراج لا تفهم الكاذب حرفياً تكذب عليها تاخد الكرت الأحمر وتبقى قاوت خلي بالكم يعني نبدأ بقى من الأقل للأكثر وفي كلمتين كده بس أقولهم في الآخر عشان موجعش المخكم المقدمة تبقى طويلة في الـ 12 من توقع أقلهم حدة في الموضوع ده الدالو الدالو ممكن تكت إيزي يا عزيزي عادي الدنيا تيمشي يعني ويبقى عارف أن انت كداب قوي وحورتاجي قوي وبتهجس كتير قوي وعشان هو مكبر دماغه ودماغه دايماً في السحاب رجل أو ستة على فكرة بيعد ويتعامل معاك في اللزازة وتبقى الدنيا في الخفافة ده منهج الدالو الهوائي ويعتبر أقل الأبراج أو من أقلهم رحمة في الموضوع ده أعلى منه في الـ 11 الجوزة ما شاء الله الإخوة الهوائيين تلاقيهم متفاهمين وما يحبوش أنهم يكالكعوا فاكرين كلاكيعوا الأبراج اللي هي كلاكيعوا ربنا يجعل كلامنا خفيفة عليه الأبراج الهوائية مش كده برضو الجوزاء الدنيا في اللازيز وتبقى يعني مثلاً هي جوزائية دلوعة نغشة عارفة أن أنت بتكذب ويه بتضحك وعادي ويمفاهمك أن أنت أصدق الصديقين طبعاً وهي فأساك وعارفة أن أنت بتحور وكلامك كله طلع كلمة من كل مئة كلمة اللي ممكن تحتمل الصدق أعلى منه في العاشر عشان بقى ندخل في منطقة وسط الميزان الميزان نفس الفلسفة وإن كان أشدهم شوية يعني أقلهم في حتة أنه يعني يتقبل موضوع زي ده إنما صراحة الإخوة الهوائيين هم ألزل أبراج رجال ونساء في الموضوع ده تمشي الدنيا إنما ما تزوجش ما تستعبتش يعني وتسوق فيها لا تاخد بالما أنا بقول لك يعني ادخل بقى على المنطقة الوسطى وابدأوا خافوا من هنا أول الأبراج اللي في منطقة وسطى هو القوس الناري قوس الناري يتشابه شوية مع الأبراج الهوائية يعدي يعدي وبيقفش مرة واحدة والسواد السواد بقى يأرمض لما يقفش يعني لما يقفش بتبقى الأفشة بتاعته صعبة يعدي ويضحك ويضحك ويسلامه ولكن برضو يعني مش زي الجماعة اللي سبقوا ساعات بيتربس كده يعني في المركز الثامن هندخل في الجد بقى هنقلق بقى وندخل مع الأبراج اللي يعني تقلق الحوت الحوت يقلق وفي المركز الثامن والمناكز المناكز بتبقى موضحة قوي نفسها وموضحة البرج اللي بيجي فيها ها خلي بالك بقى خاف بقى هنا في أزمة شوية أعلى منه في السابع الأسد الأسد في منطقة وسطة حرفيا بين البنين 50-50 إنما من بعد الأسد دي بداية الأبراج اللي حرفيا لا تفهم الكذب لا تقبله ولا تتقبله بتاتا بمعنى الكلمة بمعنى الكلمة واغبط اللايك المتين كده وشير يا ريد ده في النهاية هبقى أقولها إنما دلوقتي تغبط اللايك عشان أصدقائنا يتجمعوا ويشوفوا الحلقة قبل ما نوصل لأول برج من الأبراج دي اللي في المركز السادس ومين توقع والشطر يتوقع ويكتب مين الأول السرطان الماء في السادس هنا السرطان لا يفهم الكذب بالتأكيد لا يفهم الكذب إطلاقا ومن الأبراج اللي هتجدها أشد أو من أشد الأبراج معارضة للكذاب أو للكذابين لذلك لأن أصلا الأبراج عنده مشكلة في حتة الأمان السرطان عنده مشكلة في حتة الأمان فبيقرب منك أو بتدخل حياته أو بيدخل حياتك على أساس أن يلاقي أشياء يتعلق بها فتصدمه كده أن أنت كذاب بيبقى يعني أنت كده القشة اللي قسمت ظهر البعير زي ما احنا بنقول إنما في الخامس هناك برج أشد معارضة وضروة وتعقيدا في فهم الكذب ألا وهو الكذب ألا وهو الحمل النال سواد سواد والعقاب شديد اعمل أي حاجة إلا أنك تجذب عليه رجل أو فارس عنيدة لا يمكن معدول أن أنت تتبع أي شيء من سياسة الكذب إنما كالعادة رباعي خط النار مضمرين الدنيا أعلى الأبراج تصنيفا في كل حلقة في المركز الرابع هو العقرب يا ويلك يا ويلك حرفيا من الأبراج التي لا تفهم الكذب ومش عايزين نفهمه لذلك بقى تجد بنت وتحاول تبرى للعقرب أبدا أبدا ما تحاولش خلصت ما تبررش إن كملت معاك هكمل معاك يعني عشان أجيب أخرك أو عشان الظروف مضطرانة لكده أو عشان أشوف يعني بعد فترة أنت هيبدأ ينصلح حلك المايل ولا هتفضل مايل زي ما أنت إنما حرفيا من الأبراج التي لا تفهم الكذب في الثالث فيه برج أعلى في التصنيف وأقوى في الموضوع ده وأشد من العقرب وكل الأبراج اللي إحنا قلناها العزراء العزراء هنا بقى تقوم الدنيا وما تقعدش الكون اتهد جريمة في حق الكون من أشد الأبراج التي فعلا حرفيا لا تفهم الكذب إطلاقا ولا تطيق مبرراته أو مبرراته لذلك أزمة حقيقية مع الأبراج دي إذا انتهكت النهج ده كتير أو في مواقف متعددة ممكن في سنية لسنية تلاقيها مديك الصبونة تلاقيها مركبالك نفاسة وبالسلامة خلي بالك يعني من أشد الأشياء اللي تزعجها وتنفرها من أي شخص في التاني بقى حد يتوقع مين هي تصدر المركز التاني أشد وأعلى وأقوى في التصنيف اللي توقعت وبتكتبه الجدي الطرابي أشد ضراوة ومعارضة وتعقيدا في فهم الكذب وممكن مرأة حديدية أنسى برج الجد كن بتحبك تجد بمرة واحدة وهي المرة والعلاقة انتهت بناءا على المرة دي والصداقة انتهت بناءا على المرة دي والتعامل حرفيا انتهى أو قال بناءا على المرأة دي ومن هنا يجيلك على طول ليه إحنا بنقول من أشد الأبراج التي لا تفهم الكذب حرفيا ولا يجوز أن يكون موجود في المعاملة مع الأبراج دي متصدر الترتيب أعلى الأبراج تصنيفا في حلقة النهاردة هو الطور الترابي لا يمكن بقى لا يمكن لا تفهم الكذب حرفيا دي مش هتديك صبونة دي هتديك حديدة من اللي هي التخينة التقيلة دي وهتنزل بها على نفوخك على طول مفيش مع الطور الكلام لا يمكن وعلى فكرة برج الطور وإن كان لكل قاعدة استثناد يعني من الأبراج اللي هي بتدوس على مشاعرها وعلى قلبها قوي قوي الأبراج الترابية عامة متحكمة جدا في مشاعرها وإن كان طبعا لكل قاعدة استثناد عايزين بقى لايك متين لو الحلقة عجبتكم ليه عشان توصل ليه الناس اللي موجودة معنا وعايزين شير برضو للأبراج دي عشان تعرف وتشوف تصنيفها وتشوف ترتبق روابطنا ومواقعنا كلها في التعليقات أو وصف الفيديو وحزار يا جماعة من ناس اللي يعني عاملة حسابات مضروبة باسمي يجيب أي صورة ويقطع ويحط اسمي ويبقى هو ويرد بدالي رجاءا نخلي بنا من الظاهرة دي يعني رجاءا ويبشكركم جدا وموعدنا تمانية مساء بتوقيت القاهرة على اليوتيوب الفيسبوك في نفس اليوم قبلها شوية بعدها شوية وخلاص بقى هنبتدي في الموسم الثالث من سلسلة نساء الأبراج الجنس اللطيف الجميل اللذيذ اللي أنا نفسي بكون منشكع وأنا بتكلم في السلسلة دي عملنا تصويت على الفيسبوك واليوتيوب ويلاقيت ما شاء الله في استجابة وهتو حشوني وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر